الشي ما أحد بيعرفه عني فيه أشياء كثيرة ما أحد بيعرفها عني طبعاً أنا ارتكبت جريمة ويهي شي لون طالع من غير ميكوب أكيد بتقولوا بيرفكت من فنانة تطلع من غير ميكوب إذا طلعت بشعة من الحلقة كلها ما بيأخذوا غير هلأ قطاع ليش ميكوب فوريفر؟ أولاً اسم معروف كل الدنيا بالنسبة للبرودكت المفضل عندي عندي طبعاً كذا الشي بس كل مرحلة رمضان بيشكل لي شي مختلف مرحلة الطفولة كان لهجة ومود مختلف مرحلة المراهقة مختلفة بعد ما دخلت الوسط الفني صار مرتبط رمضان والعيد بالجمهور فيه أشياء كثيرة ما أحد بيعرفها عني هم فاكرين الجمهور أن احنا اللي يطلع في السوشيال ميديا أولي نقول هذي حياتنا حياتنا مو كلها ميكوب وكلها صالون وكلها سبا وكلها حفلات وكلها مهرجانات هذي جزء بسيط من حياتنا ارتكبت جريمة وانتوا تجهزون أنا قاعدة على السناب فصورت كذا سنابة بيان فيها الديكور وبين فيها التحضيرات وبين فيها كل شي ففجأة حسيت إن فيه أنا سويت شي وايد عظيم يعني جابوا لي تيلفوني وسناب أنا قلت شو جاييني على السناب شو الموضوع في مصيبة قالوا لي نزلتي صور وفيديوهات شي ليهم شلتهم اللحظة اللي أذكرها مع ميكوب فريفر لما شفت من ميكوب فريفر المسج الدايريكت على الإنستجرام أقول لي المشداخ ميكوب فريفر كلموني على الدايريكت مرحبا أهلا وسهلا فيكم بحلوة رمضان سيزن جديد سيزن 2 ضيفت لليوم ممثلة بحرانية عيشة بالكويت العالم كلها بتحبها الجمهور كله بيزقفلة وأهلا وسهلا لزهر عرفات أهلا وسهلا تطريق اسم زهر عرفات تجيك على طول أهلا وسهلا أهلا وسهلا شو بدنا نلعب لعبة يلا هي دغري خلاص ما في وقت بعض شو راح تنقى نخدر إذا التحدي رح يكون شالنج كبير كبير أنه نحنا نحنا نعمل جديد إذا بديك نيو لوك لزهر عرفات رح نقى البرودكت هلا رح نقى هيدا من البرفكتر رح نقى البيانتين هاي شو هادي لدي كوريكتر وفيك تستعمليها كونسيلر وفيك حتى تستعمليها كمان كمان الحين الاندرتون قلت لي أنا يلو كيف أعرف لما أخذ الفونديشن؟ أول شيء ميكا فوريفر مهينين الخبرية على الكل لأنه بكل فوندرتون من تحت عنديك الواي وعندك الراد الواي يعني الالو اللي هي درجتي أنا مظبوط وماذا أخذ؟ يكون عنده اندرتون كماندرتون حسنا هيدا كوريكتنج أكيد البودر اللي برتح نجعل الماكياج يضاين لوقت أكثر وما نجعله كثيرا يلمع وهي شو؟ قلبتها حلوة قلبتها كثير حلوة هاي الجليتسي بالأكيد من الزيناميكا فوريفر جديد الحلو فيها أنه فيها بلاشر فيها كونتورينج فيها هايلايتر مات وفيها هايلايتر كمان هاي بودرة صح؟ نعدي لكلوان البلاش ورح نقل لون كونتورينج ورح نقل هايلايتر أنا بحب هذا اللون هيدا اللون هيا تكرا معينك رح ناخذ هيدا اللون وراح كمان اخذ هيدا معه وراح ناخذ هيدا للكونتور هيدا للكونتور اكيد دينا نرموش بعد كمان؟ نرموش لرموش ايه هو اللي بعتقدت سنرو على رموش شو اخترتلي؟ سيطل هلأ هلأ الارتست شادو وهي شو هاي شادو لأنه هنا مات وهني لمع صح هايدي ستارلت بالات من الستارلت باودر بس عملنا على إذا بديك أي شادو مضغوطين كتير حلوة لإقليم هولي أنا كتير بحبون الأكوة هولي إقليم في قتسام يوم بقلب العين أكوة XL وهنا ووتر بروف نقل الألوان هيدا وهيدا وهيدا هولي هنالكونتور سوف نقل أيضا هيدا اللون سوف نقل أيضا والله عرفت هيدا اللون والله كمان في لون وبين هولي هولي الإنك نزدين جديد من ميكاب فريفر للشفاف هيدا اللون أنا رح أخذ هيدا ورح أخذ هيدا واو أوقات المكياج بقلم كحلة أسود بيطلع أوقات كتير أول مكياج أوقات بكل هول غراد ممكن نعمل مكياج كتير خفيف وكتير ناتيرال طمنتني يا دكتور أوكي هلا بدنا نروح نغير اللوك حنبلش بالشعر نغير الدرس ونكون حاضرين للوك اللي بدنا نعمله بتغير شعري؟ بدنا نغير شعري والدرس أنت ختارك؟ يلا يلا عجل 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 شو رأي يقبل لك؟ أنا ناطرة بصراحة اللوك النهائي لأن شعر ولبس ما بيباني لك كامل مع ميكب بس أنا جريئة بس مول درجة أروح للصالون مثل هالدرجة؟ أنا عمل لي غري بس حبيت آه مثل شعري مثل شعري أنا مثل شعري أنا مثل عم نلبق لباعي ولبتني أسود مثلك بعد آه أوكي هلا أول شغلة حنستعملها هي الهيدراتين هاي للبشرة طبعاً صح؟ هاي للبشرة طبعاً شو بيعمل؟ نرتب البشرة قبل ما نحط الفوندتان عليها ناقصني ترطيبها مش بس أنت يعني كل العطول بس بدنا نبلش بالميكب لازم نحط أو هيدراتين أو نوريشين كريم على الاسكن قبل ما نحط الفوندتان كنت البشرة الدهنية؟ البشرة الدهنية أكيد عندها شغلة تانية اللي هي يلي فينا نستعمله على الوجه مشان يخفف من الدهون يلي بتطلع على الجلدة هلا رح نرجع نعمل الستيب وان كمان يلي بيعمل بيعمل بس اللي بحبه هيدا البردكت إنه ما تحطيه على الوجه بتحس حالك أو أتمنك بحاجة إيبن تحطي فوندتان حتى نعمل كمان تحت العيون سأضعون على أورنج غامل هذه اللي بستعمل لك يا هلا هي الألترا ايتش دي الجديدة الاندر بيينتين اسمها يلي فيها كوريكتر وفيها كونسيلر حتى هون الكبار هذا كوريكتر؟ هذا كوريكتر وفيها كوريكتر وهي دا فيك تستعملي كونسيلر حتى فيك تستعملي فوندتان أنا قاعدة استغلك الحين أنا عم تتعلم إيه؟ بتعلم إيه؟ بتعلم ليش؟ لأنه نزل عندي في البوتير هيا لا أحزة باندرية ليش هاللون بتحطوه هون؟ نعم أعمل باللون غامي بس تضاعف الوجه من هون نعم شغلنا مع الإضاءات لها مقاييس مختلفة عن المفروض بتحط في الحياة العادية صح؟ مزبوط فالمفروض ما يلحقوا الفنانات صح؟ لا لا ما نلحق كل حدا يعني كل ما شفنا حدا نعمل كونتورين بطريقة معينة لازم لازم نحنا نلحقه لأنه بدنا ما ننسى أنه لازم نعرف تقسيم وجنا كيف إذا كان وجنا مبروم كان وجنا طويل كان وجنا كاريه بعد أنه ما بفهم اللي بيحط كل شي مرة واحدة بيحط النقط على الوجه البنك والأسود ولا أنا بفهمهم حتى ما خبرتك على الفوندتان شو ما رأمه؟ خفت أسألك تفكرني أستغرلك دع لا أسأل أسأل أدنى أغلبك أوكي هيدا رأمه 365 وهو من فصيلة الواي أوكي مذكرة واي ورد؟ واي ورد أكيد أوكي هيدا من فصيلة الواي أغلبنا يعني أنا وكل السيدات بنضيع بين الفرش يعني مرة أنا حطيت كنتوري واستخدمت الفرشاة لهذه بس على أكبر علشان لووزعوا فصار الفرشاة فيك تستعمليها وقاتلها كذا استعمال يعني مش مشكلة طول ما أنت عارف حالك أنك عم تستعمليها كمان بطريقة صح إذن هلأ عم بستعمل الـ Under Painting كمان تغطي شوي السر تغطي نقذت خيالات تحت العين هذا أهم شيء ما عم نقي كمان كتير فاتح يعني اللون ما أنه فاتح تحطها ما يضرب اللون اللي تحته على الرميلك أستعرف أنا بلصفنجة شو بعمل؟ هلأ قبلها ماء بستعمل مست عند فكس هاي شو بيعمل؟ هلأ بستعملها، بجيب ورقة كليناكس بحط ورقة كليناكس عليها أعمل بتشيلها، أوكي وبشيل كل شي زيادة عن الوجه بهذه الطريقة بطبع على كل الوجه بتشيل الأويل من الفوندو الطين وتتخففه منه، هايك بصير الطين بتصير عندك إنفزبل تعرف ليش أنا بخلي الماكير حتى بالتلفزيون المسلسلات يعبر لي لأنه كل شخص بيطلعني بشكل مختلف بس أنت بتحبه، في عالم بعتقد يمكن بحبوا عطول يطلعوا بشكل معين العالم حافظتهم فيه، ويحبوا يطلعوا عطول بهذا الشكل المتكرر ممكن تطلعني بشكل أنا مشايفته يعني أنا لأنه كنت أشتغل بالتلفزيون كنت أعرف إنه مثلا فيه موزيعات يبقى مصرين على شكل معين هني بدون يطلعوا فيه، كانوا خلص أنا شكل هيك بدي أطلع في اليوم هيك بقى هايدي بعتقد شغلة بتلحق الشخصية لا تندحني أغطرها الحين حبوبة عمضة 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 أوكي، اللي بدي أقوله أنا بس يكون عنا ماتشور سكن أو كلمة سيدة أو المرأة تكبر بالعمر أكتر البروداكت طبعا لازم يكون أقل، الماكياج لازم يكون أقل، ما لازم يكون كتير وقد ما فينا نخفف من الأشياء الشمري والبتلمع على الوج عشان ما تبهني العيوب والتجاعد حين فهمت شفني أجوز لا 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 ما صدق وهلأ رح نستعمل البرونزر أوكي على هون عشان تنحف وشي وتخفي العيوب فهمت ما في عيوب شكرا شكرا هلأ طرش عنامو كمين بالكونتورينج باودر بهيدا اللون يلي رقمه اس فور هندرد حلو لونه أخبي إذا بدك شو بتخبي؟ دابل تشاني دابل تشاني دابل تشاني عندك ربع دابل تشاني انتو لطيف انتو عيد لطيف أقول لغلوق أغطي لغلوقت لغلوقت أغطي أسوي كنتور لغلوقت أوكي سوناح نبلش ببراش رقمة 274 كتير حلوة أنا هيدا بحبا كتير لبراش مشت لحويجة بالأول ونعلمون شوي صغيرة بقلم لونه بني بني شوي فيه خمار عادي ما يكون كتير أسوء يعني ما يكون بالنغامة على صواد بدي فتح لك لون الحويج بك شوي بتعرفها دابل خبرتك ببيرة اي اه خبرتك اوكي هلأ عم بستعمل هايلايتر يلي لونه بيجي شوي على ييلو رقمه 8108 هذا بس للعين هيدا هيدا للوج بس أنا بحب استعمل هيدا اللون على تحت الحاجب عشان يعطي مثل الإضاءة شي صح تفتيح عشان يعطي مثل الإضاءة بس بنفس الوقت ما في لمع هيدا هو للكونتورينج أنا عم بعمل فيه كونتورينج للعين آآ رقمه S400 أنا كمان لما بعمل ميك أب شفت كتير بحب أعمل كونتورينج للعين بس تخدمه على فكرة كونتور وآآ شادو ومرات مر يعني كونتور يوصل لبلاش يعني شوية بس هيدا اللون كتير حلو للعين مش معقول شا خلو شادو وهلأ راح نحط لون كتير حلو كمان من الهيلايتر زي اللي موجودين 312 ايتش هيدا حق استعمله اي شادو اني على الجفن اللي داخل صعب هايلويتر كمان نحن فرشاة ثانية ولا نسل فرشاة هيدا فرشاية رقم 228 هلا اللون التاني اللي عم بستعمله على زاوية العين رقمه 106 ولونه هيك بتحسيه على شامبين كمان في لمعه اذا ملاحظت انه اللمع بس رح استعملها على الجخل مش هستعملها اعلى من الداخل بس تطعت دولة العين وهلع جينا على الاكوا اللي رح مستعمله تحت العين وعلى اللاش لاين اللي رقمه 60 انت لازم تعطيني منظرة لحين ليه؟ اه اتعرف شلو منظرة؟ يعني مريه واو 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 هيدا بينجو واو شلون تعرف المنظرة؟ قم بي لا ولا ومش هالقاد هذا البلت اللي انا حبيته لانت حبيته يعني مشان هيك اخترت لون اسمه موكة هاستعمله على الجفن من هون موكة بالفرشية رقمه 216 هلا اللون اللي استعملته فوق الجفن هم بحطه تحت بالفرشية رقمه موكة أشعر يجبك لانت شاي الفراشي مفروض الشاي ثنتين تعرفش ليش؟ موكة صادق تتقال هاي مايسترو هاي شو؟ اه انت الماسترو وانك الفرقة؟ انا حالياً عمري 48 سنة قل لي لاحظة الله انا بتطلع هيك قل لي لاحظة الله اذا ما اضبطوا على لاحظة بس انا كثير مبسوطة بعمري وكثير ناوية ادخل 50 وانا شكلي اصغر من الاربعين بتحب هذا الشيء؟ وليس هذا تحدي حسنا هاي شو بيعمل بالضبط؟ من سما انا شوف بس انه هالأوة مفعولة واضحة مفعولة واضحة ايه بالاخص اذا بتحطيه 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 مسكرة مزبوط بيقلبه بالرموش مزبوط ناقيتلك رقم من ميك افوريفر رقمه 404 حلو الرقم ناتشرل وصغير فلنا ننتبه نحن منشيله تمنا ننزعه تعرف تركب لحالك؟ اي بس كنت بعاني تعرف لو وصلت لأي مرحلة بعمل علشان بحط القلو على رمشه وبعدين حط اه اف لانه القلو اذا ملون بعمل خمسين خطع لما اركب الرمش بس هذا حلو لفي انه ترانسبرون طبعا فيه ناس بيشوفون اه كل شيء كل شيء تركيب رمش تركيب مش عارف ايش بس هذا ما بعيش فيه في حياتي يعني عمنا اثنين ماسكارا نحن رح نستعمل السماوكي العاش اللي انا كتير بحبه ما رح نكتب بكتير مسكرة لأنا قريدي فيه رموش سو بس رح نشتغل على الروتس طبع للموش لعب قلب العين رح نحط رقم سكستي تو أني لون لون بني منه غامق لازم عطول بس نحط رموش على زاوية العين نغمق محل الرمش طبعا يبين أنه حطين رمش وهلأ صار وقت اللبس أه اللبس؟ مش اللبس 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 أه أوكي كتير حلو كتير بيمشي بسرعة بيمشي ركد لازم أنا اللحب بكل الشفة اللون طبعا الكنتور شو رأيك بهذا الانك ياله نازل جديد كمان بميكاف فرابر كتير حلو أنت بتحسيك عنه هو أنا فكرته الضفير لأ هو لشفف رح نعمل بلندنج للون مع الكنتور لخطينه تحت تحطيات شوية الغمق لأنه هو لون كتير فاتح طب هلا رح نعطي شوية هايلايت لشفيف هاي شو؟ بشي اسمه صوف لايت كمان نازل جديد كتير هايين بتجيب شوية صغيرة منه بتحطيها إيدك وبعدين بالفرشاية بتحطيه بنصف الشفة كأنه إذا بدك هم نعطي لشفيف فوليوم صح? فوليوم عجبتك هالبراش؟ أنا شايفة أحجام بس أول مرة شوف هالحجم وهالحجم شو رأيك بهذا؟ نحط فيها مسكرة من تحت كيف تحت فيها مسكرة؟ هذي مخصصة لهالموضوع؟ إذا هي مش مخصصة أنا خصصتها هيدا البرودوية أنا كتير بحبه اللي هو الألترا إيتش دي كومباكت لونة بنانا فاتح رح أخذ هيدا البراشيا لرقمها 160 ورح أقامل ضربة على كل الوجه أوكي فكرت تحت الأيض هيدا بيعطي بلورين لكل الوجه قابلك تشوفي حالك؟ ايه 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 ولك زمالك؟ يا حياتي ولك زمالك زمال مو عادي دلالي دلالي حالك 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 واحد تحقق لي من غير معقول صح؟ صح واو لا قصد جمو مزح والله بس والله أنا كنت متخوفة من هاللك أتوقع العمل الجاي ستسرق منك هاللوك هذا نحن حينا نعمل لوجه يكون ناترال بس بنفس الوقت يكون فيه توست كتير than is neat شكرا 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 لأيلي حبيبي والله والله أول تعامل إن شاء الله ما بيكون الأخير واستمتعت وكنت مرتاحة لأن أنا نادرة ما أرتاح ما لدينا الآن؟ أنا مستنسة وما بيش اسمها أصلاً ما بيتخلص الحلقة عنا أهم شيء هي الفزورة فزورة رمضان فزورة رمضان يعني فيها دعا نحن بحلوة رمضان يعني في فزورة يلا فزورة اليوم تقول بلا سبب يخجلك ولو كنت تعبانة يفرفشت وأفضل صديق لخدك إذا لايق عليك ترمو معناتها لايق على اللي جنبك أو ما تقدرين تحطينا إلا بالبرش إحنا نتكلم عن وإذا عرفتوا الجواب وأتوقع أنكم عرفتوه كتبوا الإجابة في الكومنت تحت الفيديو واشتركوا في قناة ميكوب فوريفر ميدل إيست على اليوتيوب وعلشان تعرفون أسماء الفائزين اللي هما خمسة تابعوا ميكوب فوريفر على الإنستغرام وبتعرفون أسماء الفائزين وإن شاء الله تكونوا من الفائزين السعيدين كل عام أنتم بخير ورمضان كريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر